موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبت المشاهدين وأهلا بكم بهذه الحلقة الخاصة من برنامج أرض السواد أرض السواد هذا البرنامج التخصصي الزراعي الذي يتحدث عن الزراعة عن الموارد المائية عن البيئة وعن كثيرا من الأمور اليوم اللي تخص حياة المواطن العراقي اللي يذهب بين القرى والمدن والأرياف من أجل يوم معرفة الحقاق ودعم الفلاح والمزارع العراقي من أجل اكتفاء ذاتي حقيقي اليوم يفتخر برنامج أرض السواد أنه يلتقي مع معالي وزير الزراع للمرة الثانية خلال أشهر عديدة يتحدثن عن الواقع الزراعي وعن أبرز إنجازات وزارة الزراعة وأيضا عن التحديات ورحب بالدكتور المهندس الأستاذ عباس جبر المالكي أهلا بك معالي الوزير أهلا وسهلا بكم وبقناتكم الكريم وبجمهوركم الكريم ربي حياكم الله طبعا جميل لما الوزير دائما يتواصل مع الإعلام من أجل يوم نقل الحقاق تمنى الوزراء حقيقة اللي دائما نشوفك بالقنوات الفضائية شيء جميل جدا أكو بعض الممكن مسؤولين لا ما يحبون يظهرون كثيرا بالإعلام يعني هو الظهور الإعلامي لتوضيح نشاط الوزارة والجهد اللي نقوم به هذه الحكومة شيء ضروري اليوم ولكن هذا الظهور هو ظهور المفروض يكون مقنن ظهور عند وجود نتاج وعند وجود نشاطات وإنجازات في الوزارة تقتضي هذه الحالة بالتأكيد أما الظهور اللي يستهلك بكل المواضيع اللي تكرر أكثر من مرة بتأكيد ما رح يكون إلى ذاك الجو وذيك الاستجابة من خلال الجمهور والمشاهد لذلك حنا في هذا الوزارة هي وزارة وزارة المواطن وزارة تهتم بالطبقات جميعا يعني ما يكون مواطن اليوم ما إلى حاجة في وزارة الزراعة قد الإنسان في وزارة الصناعة يجوز تستهدف شريحة معينة نعم التجارة تستهدف شريحة معينة وزارة الزراعة اليوم تتعلق بحاجة حاجة المواطن اليومية الأساسية يعني ما يكون حاجة من الخضار الخبز الرز اللحوم كلها تتعلق بهذه الوزارة ترتبط بالحياة اليومية للمواطن الغذاء يعني ما ممكن الإنسان ممكن يستغني عن الملابس كل شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة لكن الغذاء هذا شكل يومي حاجة أساسية من حاجات المواطن لذلك هذه الوزارة هي تتعلق بتوفيرها بتوفيرها أولا بالجودة المطلوبة وتوفيرها بالأسعار المناسبة واليوم انتهم حتى توازن مو فقط أسعار للمواطن أنا عندي منتجين اليوم البلد ما أريد أن يتحول إلى بلد استهلاكي يبقى دائما رهين وأسير الاقتصادات الخارجية وبالتالي هذا مثل ضعف لسيادة ووجود الدولة فأنت تريد تحافظ بسعر صهل عادل هيتش نطلق علي سعر جيد للمنتج وأيضا سعر جيد للمستهل نعم مع الوزير خلي ندخل أنه بأهم موضوع ممكن حدث بالشهر الماضي والقبلة أنه دولة رئيس الوزراء السيد السوداني أنه أعلن وأطلق تسمية هذا العام 24 عام الإنجازات وذا ندخل بأول إنجاز مهم جدا وستراتيجي هو إنجاز موضوع الحصاد حصاد الحنط أو حصاد القم اللي وصلنا إلى أرقام كبيرة للسنة الثانية على التوالي نحقق الاكتفاء الذاتي تحت إدارتكم للوزارة شوال الاختلف بين إدارتكم والإدارات السابقة أنه حققتم موسمين متتالية الاكتفاء الذاتي يعني الحاجة الأساسية للعراق هي بحدود الخمسة مليون طن من القمح القمح اليوم يمثل محصول ستراتيجي ومهم وما ممكن الاستغلاء من عنده وكل دول المنطقة اليوم تسعى لا توفيرها العراق كان يوفرها من خلال الاستيرادات الخارجية يكلف مبالغ طائلة جدا بالاستيراد يكلف أيضا ارتهان بسياسة البلد لأنه اليوم نستذكر أحداث اللي حصت بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا عندما حصت هذه الأحداث تأثرت كل دول العالم ومنها العراق نحن في وزارة التجارة الأخوان يذكروننا ثلاث أشهر البواخر العراقية تنتظر الوصول للموانئة الاستيرادية حتى تبدأ تحمل القمح إذن أنت أمام محصول مهم مثل باقي المحاصيل الأخرى لكن هو المحصول الأهم توفيرها لذلك سعينا في هذه الوزارة وفي هذه الحكومة بالذات على أن هذا العنصر وهذا المنتوج يكون واحد من أساسيات الدعم والنجاح للوزارة مع الوزير أذرا ما هو وردكم على بعض الخبراء ممكن خبراء الزراعيين بعض المتابعين للشأن الزراعي يقول لك أن الحكومة العراقية تشتري القمح من الفلاح العراقي بالطن تقريبا 650 دولار إذا نحسب الدولار مع العلم أنه موجود بالأسعار العالمية ممكن ب300 دولار أنه الدولة أنه قاعد تخسر بشراء الحنطة من الفلاح العراقي يعني مرات واحد يحسب حساب أرقام ومرة يحسب حسابات أخرى حسابات الأرقام الحكومة العراقية تشتري القمح بسعر أعلام للسعر العالمي وهذا واضح يعني ما يراد لواضح السعر العالمي مثل ما أذكرت قبل قليل بحدود 400 إلى 450 دولار نحن نشتري بأكثر من 600 دولار أو 550 دولار لكن الحسابات الأخرى من المرينة في أزمة مثل ما أذكرت قبل قليل والعراق يعيش في منطقة منطقة صراعات يعني ما استقرت هاي المنطقة يعني اليوم إذا نعيد إلى الأذهان من عام 2003 ما أرد أذهب بعيدا شقد مقدار الاستقرار اللي عاش العراق يعني أحداث كثيرة مرينة بعمليات الإرهاب والقاعدة ثلاث أو أربع سنوات مرينة في عام 2014 في أحداث قاسية جداً لأحداث داعش مرينة في أحداث ما بعد التظاهرات إذن هذا الأحداث الداخلية نحن على أحداث المنطقة من أحداث 2009-2011 اللي ما يطلقون عليها بالربيع العربي أحداث كثيرة بالمنطقة كلها يتأثر اليوم دول الجوارة إنه عبارة عن كتلة ملتهبة من الصراع والتحديات السياسية العسكرية الأمنية أنا اليوم من أرد أشتري وأوفر أنا أولاً أمن الأمن الاجتماعي شقد فرص العمل اللي وفر هذا القطاع مفروض هؤلاء الأشخاص اللي يتحدثون بمنطقة الأموال فقط ليش ما الحكومة العراقية الآن يجدعدها بالرعاية الاجتماعية مسجلة عدد كبير جدا عدد كبير مليونية اليوم تأخذ رعاية الاجتماعية زين أبو الرعاية الاجتماعية تنفق علي الحكومة فقط من أجل أن يأخذ نصيبة بالعيش وهذا حقه مواطن إلى حق على الدولة توفر له لأن ما وفرت له فرصة عمل توفر له من باب أولى أوفر له فرصة عمل بالزراعة ويكون منتج وأني أنطي دعم وبالتالي امتصينا أيادي عاملة مليونية هذا القطاع الآن يتجاوز الأربعين بالمئة من العامل يعني مع الوزير من خلال كلامك كنتم مستمرين بشراء الحنطة وبهذه الأسعار ممكن ترتفع؟ الأسعار لا ما ممكن ترتفع لأن هذا السعر هو سعر مزد جدا ومشكلة لجنة في شهر تموز إن شاء الله راح تقدم الأسعار الجديدة للموسم القادم الجديدة كتغير ممكن؟ نحن اليوم نريد أن نفرق بين الفلاح وهذا قرار لمجلس الوزراء حصل بجلساته الماضية أنه نريد أن الفلاح اللي يزرع بتقنات الري اللي واحدة من أكبر تحدياتنا في هذه الحكومة وفي طيلة الحكومات الماضية هو تحدي المياه هذا التحدي أنا اليوم مزارع عندي يزرع بزراعة تقليدية وعندي مزارع يشتري منظوم الترش بـ 40 و50 مليون دينار المفروض أبين مقدار الفرق بيناته لذلك طلبت طلب مجلس الوزراء في حد جلساته الماضية أن وزارة الزراعة تعد بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة المستشارين تعد تسعيرها تمثل القيمة الحقيقية أولة للكلف بالإضافة إلى الأرباح وأن يكون هناك فارق ومائز بين من خلال كلامك ممكن الفلاح الذي يستخدم التقنيات الرئي الحديث ستشتروا بسعر أعلى كحكومة عراقية سعر أعلى وهذا رح يتحدد إن شاء الله خلال شهر تموز خلال الأيام القليلة مع الوزير رغم المثالية بالنجاح بالموسم الزراعي موسم القمح ووصوله للصوامع وغيره عاني الفلاحة العراقية في بعض المناطق من موضوع التقييد وموضوع المعايير القوية التي استخدمتها وزارة التجارة إضافة أن هذه الفترة ضربت الأمطار مع الحقول في وقت الحصاد في بعض المناطق وأثر عليهم وعلى رزقهم وعلى عملهم هل هناك إجراءات من قبل الحكومة العراقية ووزارة الزراعة لتخفيف معاناة هؤلاء الفلاحين؟ يعني أنا إجابة أيضا تأخذ جزء من سؤالك السابق اللي ما استكملت الحديث بي نعم تفضل اللي هو الاكتفاء الذاتي اللي ذكرته نعم إحنا حققنا الاكتفاء الذاتي في عام 24 اللي هو هذا العام بالإضافة للعام السابق اللي هو 23 كان 500 والآن أكثر من 6 مليون وهذا يمثل فتقفزة كبيرة جدا لتمثل لجاح كبير للحكومة ولوزارة الزراعة بالشكل واضح تحدي الأمطار أو العواصف أو الحرائق تحديات تواجه كل موسم زراعي يعني ما عندنا موسم ما بي إلا أكو جزء من المناطق ربما تتعرض للحالو أو تتعرض للحرائق لأن بعض المزارعين عندما يكمل الحصاد قم بحرق الأرض حقيقة حصل في بعض مناطقنا محدودة ما كانت واسعة بشكل كبير لذلك احنا بادرنا في الوزارة زيارة تقسم من أهالي هذا المناطق وطلبنا من الدوائر المختصة أن ترفعنا كشف بالمناطق اللي اضررت ورفعناها للأمان العام المجلس الوزراء ومن ثم إلى وزارة المالية واخذت دورة من الإجراءات الإدارية الآن إجتنا حقيقة طلب من وزارة المالية أن نطلب من الدوائر في المحافظات مكاتب المحافظين للمناطق المتضررة أن يبينونا حجم الضرار اسم المزارع اللي متضرر ومقدار الضرار اللي حاصل يعني كم دونم تالف حتى يترجع عنا إن شاء الله وماضين بيها لأننا اليوم لا نريد أن نبخص حق إنسان زراء وتعب وخسر خسائر وأموال وبالتالي يروح جهده وكان متأمل أنه وقت التسليم تأكيد تأكيد يعني اليوم المزارع العراقية حقيقة صحيح أسعار مزية وجيدة لكن المزارع ما ننسى مر بفترات صعبة خسروا مواسم كثيرة نتيجة الجفاء بالفترات الماضية أيضا الحكومة خسرت تعويضات بدون زراء يعني نحن عام 23 عفوا عام 22 تفعنا تعويضات لمحصول الشرب وهل المزارعين ما زارعين صحيح ليش؟ لأن حكومة تدعم هذا المزارع من بقى لأكثر من موسم زراعي شنو وسيلته يعني إذا بقى بدون دعم ما عنده خيار غير خيار الهجرة وترك أراضية وبالتالي راح نواجه مشكلة كبيرة بطالة مشكلة الضغط اجتماعي على المدن ومعناها تحتاج خدمات أضافية أخرى نعم مع الوزير الآن أنا مستمر بالزراعة الستراتيجية وموضوع الزراعة الستراتيجية شيء مهم جدا مع الوزير بالفترة الأخيرة الأسابيع الماضية والأيام الماضية تابعت حقيقة صفحة وزارة الزراعة على الفيسبوك هناك زيارات مفاجئة بدون ترتيب من حضرتك إلى مراكز استلام البذور وتفحص البذور وغيرها هل أنه أشرت بعض الملاحظات بالموسم السابق أنه هناك ممكن خلل لأنه حقيقة زرت بعض الفلاحين في المدائن تكلمون أنه تسليم البذور كان متأخر جدا فهل أشرته على خلل أو تأخير بهذا الموضوع واستمريتهم بهذه الزيارات المفاجئة أولا البذور إلها من الأهمية الكبيرة لأن تعتمد عليها عملية الاستزراع الجديد للموسم القادم نقاوتها سلامتها للاستزراع جدا ضرورية لذلك أولا جاي ندقق بشكل مستمر شكلنا فريق برئاسة مدير عام التخطيط ودارة فحص وتصديق البذور والتصاريح الأمنية والرقابة الداخلية للوزارة فريق يزور معمل معمل كل المعامل الدوائر أو المعامل نفسها تستلم وتقوم بعمليات الفحص يعني عندنا فحص من خلال المنتج وعلى ظهر المركبة على ظهر السيارة وفحص بعد إنزاله إلى الحقل وعندنا فحص من خلال هذه اللجنة اللي شكلناها حتى تقوم بالإضافة إلى هذه الزيارات المفاجئة نحن اليوم ما نشكك ولكن لسلامة هذا المنتج لأنه اليوم هذا المنتج رح يعتمد عليها زراعة الموسم القادم لا سمح الله إذا كانت البذور غير صالحة بدور غير جيدة أولا تمثل هدر بالمال العام وثانيا المزارع وين يعني خلاص إذا أخذ بذور وزرحها وانتهى الموسم وما أنتهت إنتاجية لذلك زيارات نسوى مفاجئة للمعامل وحقيقة بدون أي إخبار يعني إحنا هذه الزيارات اللي يمكن لاحظتوها نعم كانت في تكتم تام يعني ما نخبر حتى الأشخاص اللي ويانا نقول يا باعدنا استعداد لزيارة ومعرفوا لأي معمل أو لأي منشأ كان والحمد لله نأخذ العينات نفحص تقييمة في هذه الزيارة كمراكز كعملها المراكز اللي زرناها كان تقييمها جيد من خلال الفحص عندنا فحص أولي اللي هو بالمختبر وعندنا فحص في المختبر في مركز دائرة فحص وتصديق البذور هذا يطول لأكثر من أسبوع نتعجل حد الآن ما ظهر لكن الفحوصات الأولية لنسبة الرطوبة الشوائب يعني الفحص النظري من خلال النظر تشوف الحنطة شكلها أثار اللي تظهر عليها لا سامح الله حشرية كانت جيدة يبقى الفحصات الأخرى اللي تم من خلال المختبر راح تضطي المؤشر الأساسي ونحن اليوم نشتغل في حكومة وفي نظام هذا النظام يستدعم لدينا هذه الطريقة أني أروح سواء لجنتي أو اللجاني الأخرى تقوم بالإجراءات الأصولية ما جاي أنا أريد أقيم اليوم أنا أستلم من مزارع إذا كان ماكو فائدة إلية لوزارتي أنا أريد أنجح ودوائر أريد أن تنجح أنتريد تستلم بذور غير صحيحة إحنا محذريهم لكل المعامل وهذا معامل حكومية محذريهم أي استلام هم تحت طائلة القانون نعم وتحت مثل ما يقولون اللجانة التحقيقية اللي راح تقوم بواجبات إزاء أي مخالفة نعم مع أن الوزير يقول لك تحقيق النجاح ممكن سهل الأصعب منه هو المحافظة على هذا النجاح آخر موسميا كان نجاح كبير جدا بموسم الحنطة هل هناك جراءات جديدة بموضوعات الدعم لو نفس الدعم ما الموسم السابق الدعم لا زال نفسه تعرفون أن الوضع الحكومي يعني الحمد لله سياسيا جيد لكن ماليا بسبب الانفاق الكبير اللي حصل من الحكومة على كثير من النشاطات ما خلانا نفتح بدعم أكبر لكن الأسعار جيدة دعمنا للبذور لا زال 70% الموبيدات لا زالت توزع مجانا الأسعار مزية جدا السعر اللي موجود حاليا هذا يمثل جزء كبير من الدعم اليوم نحن نزور كثير من دول وألتقي بزملاء وزراء الزراعة سواء في المحيط العربي أو الخارجي ندرى تلقى دولة أو وزارة معينة تقدم كل هذا الدعم للمزارعين أنه البذور 70% الموبيدات تكون مجانية سعر أكثر من 60% بفرق كبير جدا وبالتالي يمثل دعم كبير أموال أيضا جايز وسلم بسرعة للمزارعين وهذا يمثل أيضا حالة تحفيز وتشجيع لهم على تسليم محافظة إن شاء الله استمرار هذا الدعم نحن نكملين مع حضرتك مع الوزير أحبت المشاهدين حلقتنا الخاصة من برنامج أرض السواد مستمرة تظرونا بعد هذا الفاصل رجعنا لكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا الخاصة مع معالي وزير الزراعة أهلا بيك مرة أخرى معالي الوزير معالي الوزير ابن العراق أولا وابن النجف الأشرف هذه المحافظة المقدسة والعريقة اللي حقيقة يفخر الانتماء لها لهذه المحافظة الهوية الزراعية لمحافظة النجف الأشرف ولمحافظة الديوانية هي موضوعة الرزع أو ما نسميحنا زراعة الشلب المعروفة عانت ما عانت بالسنوات الماضية بسبب شح المياه ولكن الأخبار التي الآن تظهر نسمحها من خلال إعلام وزارة الزراعة أنه أكو أمور وتقنيات دخلت بزراعة الشلب وهناك أنه توسيع بزراعة الشلب أخيرا نعرف هذه التفاصيل مع الوزير يعني فعلا مثل ما أذكرت هذه المدينة مدينة النجف الأشرف ودوانية وأيضا محافظاتنا الكريمة الأخرى مثل محافظة المثنى كانت مشمولة بالسنوات الماضية بزراعة الشلب والذي هو بأصناف ولا سيما وصنف العنبار وهو يعتبر مارك في المحافظة ولا سيما في قضاء المشخاب عانت هذه المحافظات حقيقة الوسطى والجنوبية نتيجة الجفاف لمربي البلد نتيجة قلة المياه ترفون الشلب يحتاج إلى كميات كبيرة وبالتالي تم تقليص المواسم إلى أن وصل للعام الماضي استلمنا أحنا كنا استلمنا أول استلمنا الحكومة كان المزروع خمسة آلاف دونب ثلاثة آلاف في محافظة النجف وألفين في محافظة الدوانية هذا الأقل تاريخيا هذا الأقل نعم وبالتالي يعني حتى ما تم الاستلام من المزارعين ليش لأن أولا كميات قليلة عناها يقدرون يغطوها من خلال بذور لذلك إحنا الله سبحانه وتعالى أريد أقول هو أولا قبل جهدنا وقبل تفكيرنا وقبل تخطيطنا هذا التخطيط الإلهي اللي أحيانا يدعم الشخص أو يدعم هذا المجتمع اللي يحتاج فعلا الرعاية الإلهية كان موسم وفير موسم ومطار جيد تواصلنا مع معالي وزير الموارد المائية يعقدنا عدة اجتماعات مع الكوادر الفنية للوزارتين باعتبار إحنا مسؤولين بيننا وبين وزارة الموارد المائية لجنة مشكلة والعذرة المقاطعة بالحكومات الماضية كانت دائما خطة زراعية أكو خلافات بين وزارة الموارد المائية والزراع ولكن ما شاء الله بحكومة السيد السودان هناك تعاون كبير والله هذا واحد من مثال الحكومات عندما توصل للوزارات القطاعية والقريبة من بعض أن تكون على طرفي نقيض هذا غير صحيح يعني اليوم وزارة الموارد المائية مكملة لوزارة الزراعة يعني أنا اليوم إذا ما عندي تعاون مع وزارة الموارد المائية بالتأكيد ما تنجح الدخطة الزراعية والعكس وزارة الموارد إذا ما عندها نجاح في وزارة الزراعة فقط توفر مياه شروب لا المفروض أيضا وحدة من وظافة ومهامها أن تدعم هذا القطاع المهم والستراتيجي لذلك نحن وسين مع الوزير حقيقة وكل فريقنا المشترك كنا بتعاون تام واشتغلنا فريق واحد ووصلنا بعد عدة اجتماعات إلى زراعة 150 ألف دونم يعني 30 ضعف 150 ألف دونم ما شاء الله العام الماضي كان 5000 تحولت إلى 150 ألف دونم محافظة النجف الأشرف كان إلى 80 والدوانية 50 ألف دونم والمثنى 5000 والعمارة اللي ما كانت دخلت ب5000 وبابل أيضا اللي ما كانت من شمولة دخلت ب5000 نوعنا ودخلنا بعض المحافظات حسب الكميات المتاحة عندهم أحنا بدي تدخل كل المحافظات العراقية حقيقة وكنا نطالب السيد مع الوزير وفريقه باجتماعنا المشترك لكن هم أيضا يحسبون حساباتهم على أنه ما يأثر على الشرب لأنه أهم خطوة عند الوزارة الموارد التي توفر مياه الشرب وتأمنها والفائض يوزع بين الطاقة الكهربائية وبين الحاجات الأخرى الصناعية وكذلك الزراعة ولذلك أنا حقيقة نستبشر خير وكانت فرحة لأهلنا وصادقنا على الخطة في مجلس الوزراء أنه مزارعنا اليوم عنده موسمين موسم صيفي وموسم شتوي بكميات جيدة سواء في القمح اللي مثل ما ذكرت قبل قليل يجاوز إن شاء الله ستة مليون وهذه أيضا بشارة خير عندما يزرع مزارعنا يعني أنا بس أريد أذكر شيء حتى للمستبعين لمشاهدين للمحللين اللي أحيانا بعضهم يحلل فقط من جنبه اقتصادية بحته إنه إيش قد رح يشتغلون عنده الآن في موسم الشرب أو في موسم الحنطة عندنا عاملين ثانويين أضعاف العاملين في القطاع الزراعي يعني مزارع عنده الآن مثلا 20 دونم هذا العشرين دونم يحتاج بيها أبو الساحبة اللي يكرب الأرض أو يحتاج أبو الحاصدة والحاصدة تحتاج السائق وتحتاج الفيتر اللي يصلح والحدات أبو التنقية البذور وعشرات المعامل وغيرها إذن إحنا اليوم كل هذا أذكر لك رقم حتى تكون واضح نعم تفضل في اجتماعنا مع دولة رئيس الوزراء والسيدة وزيرة المالية والتخطيط من ردنا خصص المبلغ اللازم لهذا الموسم كان 6 تريليون 6 تريليون دينار موسم الحصاد للقمح هذا 6 تريليون دينار من يتوزع المزارعين وين رح يروح؟ رح يروح بحرك الحركة الاقتصادية داخل بلد اللي يحتاج بناء واللي يحتاج زواج واللي يحتاج شراء آلية واللي يحتاج يطور حياته واللي يحتاج يبحث عن مشروع لتطوير نفسه بالتالي هذه 6 تريليون ما طلعت إلى الخارج يعني أنا الآن لو أردأ روح أجيب بيها ربما أكثر من 6-8 مليون طن من الخارج بس أنا حركة الاقتصادية صفر ما عندي إليه منفعة بالعكس تسريب وهدر لعملة صعبة إلى خارج الحدود وبطالة وبطالة وأضطر الدور لتعيين أرقام ومظاهرات وعينني نحن اليوم نريد أبنائنا نريد أهننا نريد ناسنا يحصلون فرص عمل متاحة سهلة وأني في هذا الوزارة هذا المتاح عندنا هذا القطاع ولذلك الحمد لله كان موسم ناجح الحمد لله ومن أبرز النجاحات في هذا الوزارة اللي هو توفير اكتفاء ذاتي في القمح وخطة واعدة وكبيرة جدا في مجال الرزق إن شاء الله مع الوزير أيضا بما أنه تحدثنا عن مشكلة المياه ومشكلة الشلب أول تلعام بالتحديد في موسم الحصات زار نولة رئيس الوزراء أحد الحقول في أحد المحافظات وتكلم عن تقنيات الرأي الحديث حقيقة التصريحات كانت تصريحات قوية يعني توقعنا أنه بعد سنة أو سنتين تقريبا 80% من مزارعنا وحقولنا تتحول إلى الرأي الحديث ولكن ما تشوف أنه الخطوات بعده بطيئة بالتحول إلى التقنيات الرأي الحديث عموما بالإعراق يعني أطيك بالأرقام العام الماضي كان عندنا مليونين ونص مليونين ونص مروي يعني أراضي مزروعة مليونين ونص دونم مزروعة من خلال نهري دجلة والفرات نعم المياه السطحية وكان إنتاجنا لا لا مياه الأنهار مليونين ونص وكان إنتاجنا خمسة ومئتي الآن المليونين ونص صارت مليون ونص قلت المروية من خلال الانهار انتاج نزاز 6 مليون ونص فهذه الزيادة منين هذه الزيادة كلها من خلال المرشات يعني أنا في أحد المحافظات يوم أمس التقيت بيهم محافظة وحدة عندهم زيادة 100 ألف دونم من خلال المرشات 100 ألف دونم محافظة وحدة أي محافظة؟ محافظة النجف الأشر ما شاء الله جيد 100 ألف دونم خلال سنة زادت من خلال المرشات جزء من عدها كبير احنا وفرنا وجزء الآخر القطاع الخاص احنا رفعنا القمرق في قرار قدمناه لمجلس الوزراء ان نرفع القمرق عن استيراد المرشات لان المرشات تستورد بلا رسوم قمرقية سهل على القطاع الخاص احنا اجرينا تعاقدات بلغت بحدود 12 ألف مرشة الحمد لله الآن التجهيز جاري بيها بشكل متسارع جاي نزود المحافظات وجاي نوزع حقيقة على المزارعين هذا الرقم اللي هو 12 ألف الرقم الاكبر بتاريخ الوزارة تتعاقد خلال سنة بهذا الحجم الكبير من البرشات هذا الرقم يتجاوز اكثر من 850 مليار دينار رقم كبير جدا كله خصص للبرشات وتم التعاقدات به وجاري التجهيز من خلال الشركات الطموح كمتابع وكمقدم برنامج زراعي متى أرى موضوع زراع الستراتيجية تتحول ولو مثلا 90% من أراضينا إلى تقنيات الرأي الحديث والله الآن ما وسط التسعين ولكن رقم كبير جدا لأن أنا من أذكر لك كنا ملايين الدونامات أراضي كلها أنهار تحولت الآن إلى 1.5 مليون دونام ربما العام القادم أقل بس الزيادة وين جاي نزيد؟ نزيد بالأراضي الصحراوية والمرشات أكثر من هذا لأول مرة تنجاعد نلعام لبعض تجربة زراعة الشلب بالرش الثابت ونجحت والحمد لله السنة وسعناها بدل حقل عشرين حقل وتجربة تقع نجاحات البحوث الزراعية نجحت نعم نجحت نعم نجحت نعم تقع صنف الياسمين في خضاء المشخاف صنف غري وصنف الياسمين الصنف غري اللي هو صنف مستنبط من العنبر كان نجاحا كلش كبير كان ذب واحد طن ألف كيلو للدونام وهذا فد رقم كلش كبير الأبرز والشيء الجديد اللي قمنا بيه قبل سبوعين أو ثلاث اللي أول مرة أيضا ننصب في هذا المحطة مرشة محورية لكن بالمرشات الثابتة حقيقة هذه إذا نجحت إن شاء الله راح تبلش بهذا الموسم إذا نجحت معناها نجاح جديد يضاف إلى نجاحات هذه الوزارة لأنه المرشات المحورية حقيقة أسهل بالنصوب أكثر مرونة حركتها أكثر إذا نجحت إن شاء الله راح تعمم في العام القادل مع الوزير أيضا نطرق لموضوع مهم جدا هو موضوع البستل والبستل العراقية المنتشرة بأغلب المحافظات أو جميع المحافظات العراقية تتعرض إلى مأساة كبيرة وأهم صور هذه المأساة هو موضوع التجريف وتحويل هذه البساتين إلى مناطق سكنية مخالف للقانون ولكن إلى الآن مستفحل هذا الموضوع دور وزارة الزراعة وزارة الزراعة التي ينظر إليها الفلاح أو البستاني هي الحامي له بالتأكيد اليوم واحدة من التحديات هذه النجاحات بالتأكيد مخالية في كل قطاع سواء في الزراعة أو في الصناعة أو في أي وزارة من وزاراتنا الموجودة عندها نجاحات وأمامها تحديات واحدة من التحديات التي تواجهنا في الوزارة هو تجريف الأراضي الزراعية للأسف الحجم السكان الكبير الذي يصير في البلد والذي لم يجب معالجات تخفف من توفير سكن لائق للمواطن جعل المواطنين حقيقة وتجارهم الأساس الذي قاموا بشراء بعض هذه الأراضي وتوزيحها على الناس المضطرين توزيح بيع من خلال المبالغ مما أثر أولا على عشوائيات صعب معالجتها مستقبلا ما تتوفر لها خدمة حقيقية ما بها تصاميم أساسية حتى توفر بناء تحتية حقيقية لهذا المدن ولذلك الحكومة الآن الحكومة الحالية التي يشوفها الآن برئاسة سيد رئيس الوزراء سعت خلال الفترة الماضية بمشاريع كبرى سكنية من ضمنها علي الوردي جواهري وعندنا مدن تقريبا ستة أو سبعة في طور الإكمال الآن في عدة محافظات عراقية إن شاء الله راح تعلن قريبا حتى تخفف من هذا الضغط لأنه عدم توفر السكن للمواطنين هو اللي يدفعهم حقيقة على التجاوز واستغلهم التجار والمضاربين اللي يخذوا هذه الأراضي الزراعية اللي هو واجب الحكومات المحلية نحن اليوم دائما نكتب مزارة الزراعة ودوائرها هي دوائر خدمية تكتب حقيقة للمحافظين باعتبارهم مسؤولين بواد القانون بإزالة أي تجاوزات من خلال دوائرهم البلدية هذه الكتل الموجودة من العشوائيات بتأكيد راح مو اليوم تظهر آثارها ظهرت خل بعض آثارها ومضارها لكن تظهر آثارها مستقبلا لذلك إحنا نسعى نقول توفير سكن لائغ سعي الحكومة أن نتوفر مساكن بأسرع وقت لهم كفيل أيضا بإيقافها مع اتخاذ الإجراءات القانونية معايا الوزير أيضا نحن نجب أن ندعم صاحب البستان يعني أحد الأمور الحقيقة المستغربة إلى الآن أنا سألتك باللقاء الأول قبل عدة أشهر موضوع الطائرات طائرات المكافحة إلى الآن تعتمد وزارة الزراعة على طيران الجيش لماذا لا نرى طائرات خاصة بوزارة الزراعة عندنا طائرات عندنا سبع طائرات موجودة في الوزارة تعمل هذه الطائرات غير عاملة قبل أن تعطلها ومتوقفة نتيجة أمر إيقاف نتيجة خلل موجود فيها شركة إيرباس أوعزة أنه أكون خلل بهذه الطائرات يجب إيقافها إلا بعد إجراء الصيانة هذا الأمر الإيقاف إجاء في إقرابة عام 2014 ومنذ ذلك الوقت برفوع دعوة قضائية من الوزارة على الشركة وظلت متوقفة إلى أن جئنا الآن حركنا هذا الملف حصلنا مبلغ بحدود 7 مليار دينار علناها مناقصة لأن ما كان معروف طائر اليوم هي سيارة الآن إذا مغلقة وما تفتح ما تعرف شنو اللي أخلل بها اليوم نجيب لك سيارة واقفة وقل لك هذه السيارة صلة إيجادة تقول لي لا خلي أفتح وخلي شوف المحرك الشيحتاج تبديل سلندر تبديل استوانات أي جزء من أزائل ميكانيكي عاطل أما طائرة لها من الخطورة الكبيرة أن الطير وربما تسقط إذا لا سمح الله تعرضت إلى سقوط تأثر على الناس يعني مع الوزير ننتظر القضية من المحكمة وحنشتر جديد لا نحن مسار المحكمة ماشي المشينا بي علناها مناقصة قدرنا أنه 7 مليار دينار جو المناقصين لكن للأسف طلع المبلغ أكثر من ذلك قدموا مبالغ أكبر من هذا بكثير خارج صراحة يدنا وماك تخصصات اكتبنا لوزارة المالية نأمل أنه هذه التخصصات تتوفر حتى نعرضها من جديد للمناقصة الآن مع تمنينا على طيران الجيش السيد وزير الدفاع حقيقة مشكور تعاون ويانا هذا العام جهزنا طائرتين قمنا بحملات للمناطق المصابة اللي بيها أصابات في عدة محافظات ديالة واسود نجب بابل وكربلاء يعني المحافظات اللي بيها حقيقة أصابات مثبتة لأننا الآن لدينا الوقاية تمارس دورين دور من خلال الطائرات للوقاية ودور آخر من خلال المبيدات الأرضية اللي نوزحها أيضا نعم الفلاحية أو المزارع يستخدمها بالأرض مستمرني حضرتك معاني الوزير رحبت المشاهدين حلقتنا مستمرة والجزء الأخير جزء مهم جدا الذي يخص الثروة الحيوانية القويانة رجعنا إلىكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا الخاصة مع معالي وزير الزراعة سهلا بك من جديد مع الوزير سندخل بأمر مهم وحساس جدا الحقيقة مشاكل كبيرة بهذا الموضوع مربي الثروة السمكية يشعرون بظلم كبير من قبل وزارة الموارد المائية ولديهم عتب أكبر على وزارة الزراعة لأن وزارة الزراعة هي الحامية الأول موضوع الثروة الحيوانية والثروة السمكية هي جزء مهم وكبير جدا بموضوع الثروة الحيوانية عموما مشاكل يصير وزارة الزراعة مع المربي مع وزارة الموارد المائية المناشدات كبيرة تظاهرات في محاضرة بابل جمعيات مؤسسات تتكلم حول هذا الموضوع يعني اليوم نحن من وظيفتنا ذكر القبل قليل أن نوفر منتج نحمي أيضا نحمي من خلال المنتج ونحمي المستهلك منتجي الأسماك حقيقة كلكم تذكرون نتعرضه إلى نكبة كبيرة في عام 18 من خلال إبادة كبيرة لثروتهم السمكية ولا سيمة في محاولة بابل مثل ما أذكرت قبل قليل وكانوا يطالبون بتعويضات هذه التعويضات الحمد لله اهتمامنا بهم والأخوة يشعرون والتقين بهم لأكثر من مرة داعينا وقررنا في مجلس الوزراء عدة قرارات وباتجاه المالية وضمنها في البوازنة والحمد لله طلعنا تعويضاتهم ووزعت عليهم حسب استحقاقهم لأنه كانوا متضررين لفترة طويلة هذا المبالغ محجوزة وهذا أيضا إنجاز أنه في الوزارة والحكومة من اطلع تعويضات ما ضع عليها سنوات أربعة أو خمس سنوات مثل تعويضات مربي الأسماك مثل خمس سنوات وغير التعويضات الأخرى مثل تعويضات الشليب وتعويضات الأمطار هذا كل من اهتمامنا بهم لكن مثل ما تعرفون وأذكرت انتقب القليل الجفاف هو العنصر الأساس اللي دمر كثير من القطاعات اللي موجودة في البلد اليوم واحد من القطاعات اللي حقيقة كان لها تأثر كبير هو قطاع الثروة السمكية لذلك كان في وزارة الموارد المائية وفي اللجنة العليا للمياه أنه كثير من البحيرات أولا تجاوز وتستهلك كميات كبيرة ولذلك كان قرار وزارة الموارد المائية أنه حتى تحافظ على توفير الحد الأدنى اللي هي مياه الشرب والزراعة المحدودة اللي نحن نذكر لك الآن الزراعتنا قد يسأل سائل يقول أنتو الآن وهذا طبعا دائما ما نسمع الإشكال حتى من دول الجوار والأسيامة تركية وليابدتوا شلون الآن اكتفاء ذاتي وصيحون جفاف وماكوماي نعم ماكوماي لا زال ماكوماي لا زالت الحصة المائية اللي تردنا من دول الجوار والأسيامة تركية غير جيدة وغير مناسبة وغير الخطة اللي تم الاتفاق عليها أن تصل للعراق لكن الاكتفاء الذاتي حصل من خلال اعتمادنا على تقنيات الرئي الحديثة على المرشات على الآبار الجوفية وهذا رصيدنا للمستقبل يعني المفروض ما نفرض بيها لكن ما عدنا خيارات خيارنا نحن نريد نوفر لمواطننا عمل نوفر لها محاصيل ستراتيجية أساسية إلى ولذلك الثروة السمكية وزارة الموارد من تتخذها قرار مجبرة لأنه ظرفه بالماء ما يسمح لذلك احنا بالتباحث اقطع كلامك خير صار بالتباحث على أنه ينطوهم فترات تمديد لأن كان في فترة ما أنه تردم مباشرة وتم حقيقة إيقاف الردم للبحيرات الاستغراب من قبل مربي الثروة السمكية أنه موضوع ردم وتجفيف البحيرات هو من اختصاص وزارة الزراع لماذا هذه المرة حول هذا الاختصاص لوزارة الموارد البحيرات هذا الاختصاص حول لسبب واحد أولا فنيا احنا ما عندنا أي آليات يعني حتى الردم من اليوم من عندنا بحيرة متجاوزة احنا مباشرة الردم أو التنفيذ ما عندنا أي جهد فني اثنيا هي الوزارة اللي جاي تقدر تقدير حقيقي للمياه هي اللي تقدر فعلا أنه هذا اللحظة أو هذا المكان في وضع ماء حرج وبالتالي صعب أن يتوفر لحصة مائية وهذه الحصة المائية يجب أن تروح مثلا للزراعة أو لمشاريع مياه الشرب لذلك لذلك تم الإقرار في اللجنة العليا للمياه أنه هذا المهم تكون برئاسة وزارة الموارد المائية لأن جهد الفني جهد الهدس التقدير للوضع المائي هي اللي تقدر أكثر من عندنا نحن ننطل إجازة المربي الثروة نرعى ثروتهم السمكية دوائرنا المختصة تقوم بواجباتها سواء البيطرية أو دائرة الثروة الحيوانية بواجباتها الفنية أما الجانب المائي هو حكر حقيقة ومن اقتصار مستقبل هذا القطع بوجهة نظرك يعني إذا الله سبحانه وتعالى يعني أولا هو غلق من باب وفتحة بواب أخرى اللي هو من خلال التقنات مثل ما استخدمنا التقنات الحديثة أيضا تربية النظام المغلق النظام المغلق والأنظمة اللي يساعد بعدم صرف مياه الشيء الآخر هذا العام ما ذكرت قبل قليل الله سبحانه وتعالى يمكن منع لنا بوفرة وهذه الوفرة أثرت على مناسب المياه من نهرية الجنو الفرات وواضح الزيادة اللي حصلت في زراعة الشلم أعتقد الله سبحانه وتعالى وقبه وواضح من خلال المؤشرات للأنواء الجوية أنه سنين الجفاف ابتعدت يا رب والسنين القادمية سنين رطبة سنين منطرة بالتأكيد الجهد الدبلوماسي اللي تقوم به الآن الحكومة مع تركيا كلكم تستذكرون الزيارة الكبيرة اللي حصلت لرئيس الجمهورية التركي لرئيس الجمهورية التركي والاتفاق على مشاريع المياه أن تكون مع الجانب التركي بشكل كبير جدا وواضح مقابل أن تكون هناك حصة عادلة للعراق في مياه طريق التنمية واحد أيضا من المشاريع المهمة والكبيرة لهذا البلد واللي بها منفع لكل بلدان المنطقة حقيقة كل هذه تستدعي مثلا من الجارة تركية أن تراعي هذه المصالح المشتركة اليوم تركيا تنتفع بشكل كبير وبالتالي حتى تحافظ على مصالحها حتى يكون إدامة لهذه المشاريع والفائدة الكبيرة اللي راح تتحقق لدول الجوار حقيقة أن تكون هناك تعاون كبير وتعاون مشترك يخدم البلدين اليوم العراق كل خير يفيض حقيقة على المنطقة بالكامل صحيح ومن حقه أيضا أن خيرات هذه البلدان والأسيام المياه أن تصل إلى كل بقعة من بقعة أراضيه وبالتالي الثروة السمكية والزراعة والثروة الأحيائية كلها اليوم الأهوار هي التي دخلت على لائحة التراث الأهوار اللهم محمية طبيعية كلما يأتي الصيف تبدأ هلاكات الثروة الحيوانية وهجرة المنطقة الآن المفروض حتى المجتمع الدولي يقوم بواجباته لأن هذه دخلت ضمن الحفاظ على الثروة على كلما يحيط في أهوار العراق من دخل ضمن لاحة التراث العالمي يكون لها حماية دولية بتوفير حصة عادلة حقيقة تسهم في إنعاشها وفي ربيع لهذه الكائنات الحية اللي موجودة هناك وهذا التنوع البيئة نعم مع الوزير إن شاء الله تحل هذا المعضلة والمشكلة الكبيرة التي تواجه خطاع الثروة السمكية موضوع مهم جدا يعاني من البستاني والفلاح وكل القطاعات حقيقة زراعية هو موضوع أنه بداية الحصاد العراقي أو الحو العراقي للفواكه وكل شيء ممكن يدخل المستورد مع العلم وزارة الزراع دهروز نامة زراعية محكمة ودقيقة ولكن يعاني بعض القطاعات الزراعية من المنافذ الغير رسمية في شمال العراق واضح الكلمة مكلمتك واضح وجيدة والتشقيص منعدكم كإعلاميين ومتادعين ما عاد يخفى حقيقة قضية المنافذ الغير قانونية لأنه السلع المهربة أو الداخلة بطريقة غير قانونية ما عادت تقتصر على سلعة محددة لكن اليوم من تدخل ثلاجات أو أجهزة منزلية بوفرة ممكن أنا أبو محل ما أنزل الأسعار لأنني أقدر أحافظ عليها بقيها شهر شهرين إلى أن يستعطر على السوق وتمشي لكن نحن نتعامل في وزارة الزراعة المشكلة في منتجات أصلاً يومية يعني منتجات الخضار يومية يومياً يعني بقيها صاحب البراد يوم يومين بالكثير ولازم ينزلها بالأخير في الأسواق لذلك تأثرنا تأثر كبير ولهذا رغم الروزنام الزراعية رغم العلاقة الطيبة والجيدة مع الأخوة في الأقليم لكن للأسف لا زالت هذه المنافذ تمثل خرق كبير حقيقة لأذية هذا القطاع يعني قبل فترة خاصة الدواج نعم قبل فترة البيض المائدة الكل يستذكر يعني أسعاره وصلت إلى أسعار أدت إلى أنهيار كثير من منتجينا قمنا بإجراءات عديدة ما حقيقة وقفنا ذهبنا إلى مجلس الوزارة الإقتصاد رفعنا القمرق إلى 70% بعد ما كان 20% زيادة أخوة كبيرة واضح من الزود 50% على القمرق هو 20% يستوصل إلى 70% المفروض حمية المنتج المفروض وصلت إلى سعر عادل يخدم المنتجي البيض لكن ارتفع لأيام قليلة وما وصل للسعر المطلوب الذي وصل للكلفة ولا زالت الأسعار لحد الآن طبعا هو عامل يعني ما رد ندب العامل كله على الغير القانوني الذي يدخل عامل الصيف أيضا كان بلأسهام كبير يعني بعروف البيض بالصيف الاستهلاك مال تقليل والناس ما ترغبوا بسبب درجات الحرارة التي موجودة لكن الدخول الغير القانوني لبعض هذه المنتجات ولا سيما بيض المائدة ردهم شنو لما تفاتحهم تقول لنا مثلا مع الوزيرة تتصل بالمسؤولين مثلا منفذ باشماخ سيئة الصيت اللي معروف جدا يدخل بضاعة بدون قمرق ويدخل بهذه الصورة والحرية الكبيرة ما هو ردهم؟ يعني احنا تواصل مع سيدة وزيرة الزراعة تواصلنا أيضا مع الأجهزة الرقابية والأمنية اللي موجودة عندنا الاقتصاد الأمن الاقتصادي الأمن الوطني كل هذه الأجهزة قملة بحبلات في أسواق الجملة من خلال الأمن الاقتصادي خففت من الوضع يعني أنا ما أخفيك في أسواق الجملة الكبيرة في بغداد انخفض بشكل كبير لكنه لم ينتهي بعد لأنه عمليات صير بأنه احنا معروف أنه قرار اسمه قرار 183 يعتبر كل المنتج اللي موجود في أقليم كردستان هو منتج محلي وممكن تداوله وهذا الفقرة حقيقة للأسف جاي تستغل من يدخل المنتج من خارج البلاد يغير أي اللوغو تنوضع عليه اللوغو لهذا المصانع ويدخل فقط تغيير اللوغو لذلك صنعه في العراق يكتبون جاي لأنه عندنا مستشفيات بيضارية تنطي إشعارات للمنتج اللي يحمل من خلال هذه الشاحنات جاءت كميته من يام أعمل منعنا بعض المستشفيات أن تنطي اللي كنا نخشم بالخرق يكون بيها وحضرناها في مناطق محددة قللنا حتى الكميات اللي ترد من الطاقة الإنتاجية يعني عندنا مثلا معمل إنتاجيته ألف كارتون قبل الألف متاح على كل يقدر يجيبها باتجاه الوسط والجنوب قللنا إلى أدنى نسبة قلنا لا أنت تبقى مفروض إنتاجك تغطي الأغليم وهذه الكمية حددتوهم نعم حددنا الكميات اللي حق يصدرها قللنا الآن بنسبة كبيرة جدا لكن لا زالت الأسعار غير مشجعة مع الوزير المشاهد والمواطن العراقي ممكن بسبب اليوم تراكم الأخبار خاصة للأسف هناك بعض الجهات الإعلامية قنوات تستغل الأخبار السلبية دائما فتولد فكرة أننا بلد مستورد فقط استيراد استيراد ولكن الآن سمعت أخبار نحن بدأ أن نصدر بعض الأمور الزراعية إذا تقدر تشرح لنا على هذا الموضوع الحمد لله هي مرات واحد يركز على المحاصيل الستراتيجية مثل البطاطا اللي وقفناها بالكامل وبدأت تصدير كميات كبيرة جدا من عدها إلى خارج العراق محاصيل ست محاصيل ستراتيجية من ضمنها التمور ومحاصيل مع الوزير مثل البطاطا من يستوردها من العراق تستوردها كثير من الدول اللي جاي نصدر إلى لبنان دول الخليج يأخذوها البطاطا طالبا معامل صناعة الشيبس أو الرقائق البطاطا محاصيل الحمد لله اللي توفر بها اكتفاء ذاتي بدنا نصدر من عدها وصدرنا العام الماضي أكثر من 470 ألف طن من منتجات غذائية إلى دول الخليج بقطر الكويت السعودية إلى الإمارات إلى تركيا إلى سوريا ولبنان هذه الدول الجوار بالكامل جاي نصدر إليها ناهيك عن أن بعض هذه المنتجات جاي تطلع خارج تركيا باتجاه أوروبا هذا يمثل نجاح كبير يعني عندنا كميات كبيرة من الأعلاف من منتجات أساسية من الخضار والفواكه جاي تصدر وهاي بدأت تشجع المزارعين اللي يسوون تعاقدات يعني الآن عندنا كثير من الشركات التعاقدية من البطاطا وهي تجي الشركات الآن تزود الفلاحين أو المزارعين بكل التقنات اللي يحتاجوها بالدرنات بتزويدهم بكل ما يحتاجون فقط عندها أراضي زراعية وأيضا تأخذ المحصول من عدن بالكامل حتى الفلاح من يزرع بعد ما يحتار أنه هذي يروح نزلها للأسواق أو العلوة أو كذا مباشر عنده تعاقد مع الشركات هذه الشركات صدرها إلى الخارج هذا يمثل أيضا نجاح كبير جدا لأنه اليوم نحن كل ما زدنا من المساحات المزروعة معناها فرص عمل معناها تقليل بطالة معناها إنكم أو وارد محلي لسكاننا وأبنائنا تفعيل الصناعات الوضائية المناخ الصناعات التحويلية يعني اليوم ازدادت معامل مثلا صناعات الشبس صناعات معجون والطماطئ هاي ليش بدت تأخذ وجودها حاصل لأنه حاصل ومتوفر اليوم إذا يريد واحد يحط له معامل معجون طماطئ ويستورد له من خارج البلاد ما يكون موجد صناعات الشبس الآن تعددت في أكثر من مكان صناعات الألبان ساعين إن شاء الله رغم التحديات نعم نزيد من وطيرة الاستيراد ومن زيادة العملة الصعبة التي تجي للبلد التي يتوفر حقيقة جزء من الدعم لمزارعينا ولمواطنين لأوم المزارع اللي ينتج وتجي عملة بالتأكيد رح يمثل انتعاش لكل أبناء منطقته لأنه هذه المنطقة رح تكون بها فرص عمل رح تكون بها تشغيل رح يكون بها واردات لهذه المنطقة وتطويرها إن شاء الله باللقاءات الأخرى نسمع أرقام أكبر من هذا رغم أن الأرقام التي تحدثت بها أرقام كبيرة وإنجابية كل التحية والشكر شكرا لكم الله يحفظك شكرا لكم ولكل مشاهديكم الله يخليك شكرا لكم أحبة المشاهدين حلقتنا مع معالي وزير الزراعة الدكتور المهندس عباس جبر المالكي انتهت ولكن مسيرة برنامج أرض السواد الزراعية مستمرة باللقاء مع المسؤولين المتخصصين بهذا الموضوع المهم والحمد لله اليوم الحلقة عرفنا بيها معلومات إيجابية تخص الزراعة العراقية وهناك تطور كبير جدا نتمنى أن هذا التطور يستمر الأفضل والأحسن والأكثر إن شاء الله إلى اللقاء